لدى استقبال سموه لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أن تكون النظرة للأمن بمفهومه الشامل وليس التقليدي وذلك بتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وصولا إلى الاستقرار المتكامل والسلام الذي يحقق التنمية المستدامة فلا تنمية دون سلام ولا سلام دون تنمية فيما أكدت المسؤولة الأممية أن التجربة حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في التنمية البشرية والمجالات التنموية الأخرى يجب أن تعمم لتستفيد منها بقية الدول وأن تعمل البحرين على تعزيز حضورها الدولي لإبراز هذا النموذج الرائد وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم سعادة سيدة هيلان كلارك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي قدمت لسموه تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة النرة وتأمين المستقبل الذي أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تجشينه اليوم من مملكة البحرين وخلال اللقاء حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعلى أهمية أن تكون هناك خطط واستراتيجية متكاملة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما أهم التحديات أمام مشروعات التنمية في كافة المجتمعات وقال سموه إن مملكة البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية للحفاظ على المياه التي تمثل الشريان الأساسية لحياة الأمم ومستقبلها مشيرا سموه إلى أن توطيد التعاون الأممي في مجال تنميته هو الوسيلة المثلى لبناء مجتمع دولي ينعم فيه جميع البشر بالطمأنينة والاستقرار على حياتهم ومستقبلهم وأشدد سموه على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم باعتبارها ضمانات لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق تطلعات شعوب في مستقبل أكثر تطورا وازدهارا وأكد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء أن قضية المياه لها أبعادها وتحدياتها ويجب للتعامل معها أن تتوحد الجهود من أجل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة مشيدا سموه بمضمون التقرير وما يمثله من أهمية في وضع تصورات حول آلية التعامل مع الطلب المتزايد على المياه في الدول العربية وكيفية تحسين إدارتها من خلال وسائل تضمن لها الاستدامة ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم ومساندة الدول والشعوب من أجل أن تكون أكثر إسهاما في عملية التنمية المستدامة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للبشر في كل ربوع العالم وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة الذي ينطلق من إيمانها بأهمية الرسالة التي تقوم بها المنظمة الدولية في التقريب بين الأمم والحضارات وترسيخ نموذج فاعل ومنتج للتعاون الدولي ومشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق خطوات متقدمة على صعيد التنمية الشابلة وفق رؤية طويلة المدى تتوافق والأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة دعا ينسموه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مزيد من التحفيز للجهود الإقليمية والدولية على صعيد التنمية عن طريق تبني مبادرات أكثر التصاقا بهموم الشعوب الأكثر فقرا واحتياجا وأشهد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خدمة التنمية في كل المواقع معربا سموه عن تطلعه إلى تطوير الشراكة القائمة بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة بما يمتلكه البرنامج من خبرات من ناحيتها أعربت سيدة هيلان كلارك عن تقديرها للدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم ومساندة أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيدة بما وصل إليه التعاون بين مملكة البحرين والبرنامج من مستويات متقدمة وأكيدة أن الإعلان عن تجشين تقرير حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل من مملكة البحرين يأتي تقديرا لمكانتها وجهودها في الحفاظ على الثروات الطبيعية ومنها المياه منوهة إلى ما تتسم به شراكة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مستوى متميز وأكيدة أن تجربة التعاون الناجحة القائمة بين الجانبين يمكن الاستفادة منها وتعميمها دوليا